السلام عليكم ومرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزير اليوم الحصة التيعناه وين غا نتكلموا على موديال فوتسال وين القرعة القرعة تضع المنتخب المغنبي في مجموعة الخامسة إلى جانب بورتيغال فاطل العالم يعني وينتمنى ان شاء الله بربي خاصة المدرب دقيق لينتمنى له بعد مجهود كبير طيلة ربما خمس ستعش سنة وينصل بهذا المنتخب إلى العالمية اللي انتمناولوا ان شاء الله يعني ربي يكتب له كأس العالم ان شاء الله يا ربي كان يقول لك انت رك تهدر انا نهدروا رياضة لا يرحم الشوابي انا نهدر رياضة انا نهدر سياسة انا نستهزأ ببلادي انا نستهزأ ببلادات الناس انا نهدر رياضة انا نهدر منتخب هذا سوف يستمتعني المنتخب المنتخب المغربي من رشح المنتخب المغربي يوصل فينا إن شاء الله وعلى سلمة الدياش لأنه منتخب وينبيا يعني قدورة كبيرة وغبيا يعني المنتخب بأنه منتخب ما نقولوش منتخب يعني منتخب من من المنتخبات العالمية لا منتخب عالمي ديرك دير منتخب عالمي ديرك مدرب يعني عنده مدرب كبير مدرب كبير هذه هي وين أجرى الاتحاد الدولي لكورة القادم عشية يوم الأحد القرعة كأس العالم لكورة القادم داخل القاعة يعني في أوسف باكستان 2024 والتي أسفلت عن مجموعة مجموعات متوازية إن شاء الله يا ربي وأسفلت القرعة التي أجريت في مدينة يعني عن تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة إلى جانب بورتيغال باطل العالم تاكستان وباناما وتطمح كاتبة الناخب المغرب هي شام الدقيق إلى كتابة التاريخ الجديد في البطولة العالمية وتخطي حاجز الربع النهائي الذي بلغته في النسخة السابقة يعني مشاهدة المجموعة الأولى المجموعة الثانية البرازيل كرواتيا تيلاندا وكوبا المجموعة الثالثة الارجنتين اوكرانيا افغانستان انغولا المجموعة الرابعة اسبانيا كارتزيخان نيوزنلندا ليبيا اللي نتمناه إن شاء الله ليبيا الدير المفاجأ إن شاء الله بربي المجموعة الثالثة إيران فينزويليا فارنسا واتمالو هذه وتجري مباراة المباريات المسابقة في مدن يعني يعني من سبتمب إلى من الباطعة السبتمب إلى ستة أكتوب المقبلين في تحذيرات غادي غادي تلعب في مدن تاكستان أرديجان والبخاري خيري خلال الفترة الممتدة من الباطعة السبتمب إلى ستة أكتوب إن شاء الله بالتوفيق لهذا المنتخب لغادي هي منتخب كانت لسل منتخبات إبريقية وين صحة أونغولا وين وصل فيه نار وين هزم آمام منتخب القاوين منتخب المغربي وليبيا وين يحدث المفاجأة تأهل في الإقصائيات على المنتخب الوضع الجزائري هنا في الجزائر وفاز على المنتخب في تحديد المرتبة الثالثة والرابعة على المنتخب المصري أين فاز عليه وتأهل الكعس العالم للمنتخبات داخل القاع حسنا مين نحضرون نتكلمون وين شاهدنا كذلك وين المنتخب يعني كذانا نحضرون للمنتخب أولا نحضروا المنتخب المغربي حاليا لديه تاريخ منتخب يعني راي يصنع في التاريخ منتخب لم يصنع في التاريخ صح الحقيقة صحبي منتخب ليراه جامك يعني منتخب كبير ما نقول بسم الحقيقة منتخب كبير نشوف لمنتخب في المستوى العالي كدا مستوى عالية صح بي يا كبير أخي منتخب في القمة منتخب في القمة منتخب يعني ما صعيبا بشيء الترفرح صعيبا 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 منتخب خاصة المدرب بتاعه they don't want to live خاصة المدرب خويا عالي نقول بان يودي نصراحة بس خدمة ناس خدمة ما حدرواش بزيان بس خدمة خويا ويا تجيغ تعب بزيب لتمنى لها داوة تعب وربي وفقه انشاء الله ربي وفقه انشاء الله ربي وفقه انشاء الله ربي وفقه يعني تاريخ لرافيا ربي وفقه انشاء الله ناس خدمتها صعبين ناس خدمتها عايشة التعب على بالك وش عمل مباراة ماذا بخسر جاع يعني على بك عمل تمكنني تقول عملت على 15 عام 16 عام عمل 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 باش يوصل لهذا المرتبة الناس يقول لك يا بالخط لا عمل وصل المرتبة هذي يعني عمل تعب 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 فعلى ذك هذا المدرب والله العظيم انا كجزائري على رحض له في كورة قادمة والله لنتمنى لهذا المدرب يعني دقيق هذا نتمنى له باش يفوز بهذا اللغب العالمي متى لي قاعد نتمنى لها انشاء الله بخلص على مدرب هذا شوه هذا مثل اخدم عرف روحه بالليل وكان يعطوه الإمكانيات رايح يروح بعيد رايح يروح بعيد وانصح يعني وانا كانوا قبل لا يجي هذا لقجع وكلش يعني وان كانوا كانوا حاقرين المستبع حاقرين ما طواش قيمة كبيرة لكن اليوم عبتو جاء لقجع اخاريط الطريق اخاريط كيروال قالوا والك امشي فيها اضطرتك وانا وانا كون يتقي يهدر وانا كون يهدر معا يعني لا مدرب روحه يحلم كاس العلم الفوتسال مدرب روح يحلم بيها صحيح خشطوه وحتعو كبروه كذا ادي 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 لا يبعد عليها و لا يبعد عليها و بالتوفيق من ربي إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إغيذك و ناديك منتخب كما هكذا من هذا الخير إن شاء الله هذا هذا يا أخي يا أخي يا أخي لا شو بير لا تنسى و أعطونا إجابة كومنتر و فارتزونا الفيديو التواعناه إن شاء الله دائما معكم بجديد والمشي أبوني أبوني معناه ربي يحفظكم و يحفظكم